السلام عليكم أنا الدكتور نوار علي طبيب أمراض باطنة عامة وأخصائي بالتغذية ومعالجة أمراض الغدد والسكري سأتحدث عن هرمون الغدد الدرقية وهو من أهم الهرمونات في الجسم وماذا يحدث عندما يكون لديك مستويات منخفضة من هرمون الغدد الدرقية في جسمك طبعا الغدد الدرقية هي غدة صغيرة موجودة في الرقبة في القسم الأمامي في هذه المنطقة من الرقبة شكلها يشبه الفراشة تلتف حول القصبة الهوائية ولها جناحان عريضان يمتدان حول الحلق من الجانبين الغدد الدرقية تفرز هرمون أهم دور أو وظيفة بيلعبه هو التحكم في العديد من الوظائف الحيوية لجسمك حتى عملية التمثيل الغذائي وتحويل الطعام التي تتناوله إلى طاقة الطاقة تستخدم للحفاظ على عمل أجهزة الجسم في كل جسمك طيب اضطرابات ومشاكل الغدد الدرقية شائعة بشكل كبير والدراسات تشير إلى أن عشرات ملايين الأشخاص حول العالم يعني أكثر من 12% من الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم يعانون من خلل ووظيفة غير طبيعية للغدد الدرقية وللأسف النساء تمن أضعاف إصابات الرجال ومع تقدم العمر مشاكل الغدد الدرقية تزداد وتأثيرها على البالغين يختلف عن تأثيرها على الأطفال مشاكل الغدد الدرقية تحدث لما مستويات الهرمون ترتفع أو تنخفض بشكل كبير طبعا هون عم نحكي عن هرمونات الغدد الدرقية يعني T3 و T4 أما تحليل TSH فهذا الهرمون تفرزه الغدد النخامية كل ما ارتفع عن المستوى الطبيعي يعني 7, 10, 15, 60, 100 أو أكثر هون عم نحكي عن خمول الغدد الدرقية ولما ينخفض عن المستوى الطبيعي بتكون المشكلة فرط نشاط غدد درقية وعادة في المخابر المعدل الطبيعي يختلف من مخبر إلى آخر لكن بشكل عام القيمة الطبيعية لفحص TSH هو 0.38 إلى 4.8 طيب شو ممكن يأثر انخفاض مستويات هرمون الغدد الدرقية يعني خمول الغدد الدرقية شو ممكن يأثر على الجسن وما هي الأعراض التي تظهر نتيجة ذلك عشرة أعراض هامة إذا ظهرت عندك كلها أو مجموعة منها فأنت ممكن تكون مصاب بقصور غدد درقية أول عرض أنك تشعر بالتعب والوهن والإرهاق هذا أكثر عرض شائع لخمول الغدد الدرقية فهرمون الغدد الدرقية يتحكم بتوازن الطاقة إذا كان لديك مستوى عالي من هرمون الغدد الدرقية ستشعر بالتوتر والعصبية أما انخفاض مستويات هرمون الغدد الدرقية لديك سيجعلك تشعر بالإرهاق والتعب والخمول ستشعر أيضا بحاجة لنوم ساعات أطول ومع ذلك ستبقى مرهق وتعبان بشكل دائم وحتى أنك ستشعر غالبا بالنعاس العرض الثاني هو زيادة وزنك وهذا عرض شائع عند مريض خمول الغدد الدرقية فكمية الطاقة لديك تنخفض ويقل الحرق عندك يعني يقل معدل الأيد ونتيجة ذلك جسمك يميل إلى تخزين المزيد والمزيد من السعرات الحرارية على شكل دهون لذلك خلال عام واحد من انخفاض مستويات هرمون الغدد الدرقية لديك ممكن يزيد وزنك بين 15 إلى 20 كيلو جرام ويمكن تفكر تعمل حمية غذائية وتمارس الرياضة بشكل يومي ومع ذلك وزنك عم يزداد هون ممكن تكون مصاب بخمول غدد درقية ولازم تعمل استشارة وفحوصات العرض الثالث هو ألم وضعف بعضلاتك ومفاصلك فانخفاض هرمون الغدد الدرقية يقلب التحول الأيضي للبروتينات بدل عملية البناء يقلبها إلى عملية هدم وجسمك بهالحالة يقوم بتكسير الأنسجة والعضلات لا يحصل على الطاقة وهذا بيحتاج منك لاستشارة وفحوصات وعلاج بليفو تيروكسين ممكن واتباع نظام غذائي ونظام حياة صحيين وتعديل جرعة الدواء تدريجيا حتى الاستغناء عنه عن زوال الأعراض طبعا بإشراف طبيبك العرض الرابع هو شعورك بالبرودة وهذا بسبب انخفاض معدل الأيض الأساسي وانخفاض الحرق عندك فما عندك حرارة ناتجة عن الحرق لذلك ستشعر بالبرودة أكثر من المعتاد وممكن تكون هالبرودة علامة على خمول الغدد الدرقية لديك العرض الخامس هو تساقط شعرك وخشونة شعرك وبصيلات الشعر تتوقف عن التجدد بسبب انخفاض مستويات هرمون الغدد الدرقية وعند علاج أساس وجذر المشكلة يختفي هذا العرض وغيره من العرض يعني العلاج ليس للشعر إنما لخمول الغدد الدرقية العرض السادس هو إصابتك بجفاف الجلد والحكة فالجلد يمكن أن يستغرق عندك وقت أطول كي يتجدد هذا بيؤدي لجفاف الجلد وتقشر الجلد لديك العرض السابع هو شعورك بصعوبة بالتركيز وأيضا صعوبة بالتذكر وضعف بالذاكرة وهذا ما يسمى بالضبابية العقلية أو الذهنية تتراجع وتتحسن هذه الحالة عند البدء بالعلاج الصحيح للغدة الدرقية العرض الثامن هو شعورك بالاكتئاب والإحباط ويترافق مع انخفاض عام بالطاقة وهذا يحتاج فعلا لاستشارة طبية وإجراء بعض الفحوصات ولدعم نفسي وخطة علاج دوائي وغذائي العرض التاسع الإمساك ممكن يكون الإمساك ناتج عن انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية وممكن تدخل بمشكلة في القولون نتيجة خمول الغدة الدرقية لديك فتناولك للملينات وعدم تحسن الحالة واستمرار الإمساك يشير إلى ضرورة الاستشارة والفحوصات العرض العاشر عند بعض السيدات ممكن الدورة الشهرية يصير فيها عدم انتظام أو غزارة الدورة الشهرية وهذا ممكن يكون إشارة للإصابة بخمول الغدة الدرقية وهرمون الغدة الدرقية ممكن يأثر بشكل مباشر عند المرأة على المبيضين وعلى الرحم ويسبب مشاكل بحاجة لاستشارة وفحوصات وخطة علاج دقيقة وتخفيض جرعات ألتروكسين أو ليفو تيروكسين تدريجيا ويمكن الاستغناء عنه بعد فترة معينة لكن كل ذلك يتم بإشراف الطبيب إذا وصلت معي بالفيديو لهون بنصحك بالدخول لقناتي ومشاهد فيديو هام جدا موجود على قناتي اسمه خمول الغدة الدرقية وعلاجها بدون أدوية لازم تشوفه وتعرف كيف ممكن أنك تتبع نظام غذاء خاص وتغير نظام حياتك لتخلص تماما من أعراض خمول الغدة الدرقية وياريت إذا سمحت إذا طبيبك وضعك على دواء ليفو تيروكسين أو ألتروكسين عيار 50 أو 100 لا تترك الدواء لوحدك ولا تعدل جرعة الدواء لوحدك طبيبك هو من يعدل الجرعة أو يوقفك عن تناول الدواء اشتركوا بالقناة شاركوا الفيديو بالضغط على زر المشاركة دعموا قناتي بالمشاهدات والتعليقات الجميلة أسئلتكم أجاوب عليها في فيديوهات قادمة التواصل معي عبر واتس أب للاستشارات الطبية فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى في واتس أب الخاص بي تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته